الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فلازلنا أيها الأحبة الكرام مع أعلام القرون المفضلة لازلنا في ظلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد ذكرنا أقول العلماء أن المقصود بقرنه عليه الصلاة والسلام هم الصحابة وأن المقصود بالذين يلونهم هم التابعون وأن المقصود بالذين يلونهم هم تابعوا التابعين ونحن لازلنا نتحدث عن القرن الأول وقد أخذنا أعلام القرن الأول تباعا عبر وفياتهم من خلال السنوات فذكرنا من مات في السنة الأولى من الهجرة وتسلسل بين الحديث إلى أن وصلنا إلى العام الثامن عشر من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا العام الذي وقع فيه طاعون عمواس وعمواس بلدة صغيرة من بلاد الشام كانت أصل هذا الوباء ثم انتشر ومات فيه قرابة الثلاثين ألف من المسلمين ومم مات من هؤلاء بعض من أعلام هذه الأمة كان على رأسهم الصحابي الجليل أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه أرضاه والصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه وكذلك ممن مات من أعلام الأمة في هذا الصحابي الجليل أبو جندل ابن سهيل بن عمر رضي الله عنه أرضاه وأيضا ممن مات في هذه السنة وهو ما سنتحدث عنه الآن في هذه الحلقة هو الصحابي الجليل يزيد ابن أبي سفيان وإذا ذكر أبو سفيان يكاد يكون مننا كثير مننا لا يستحضر إلا معاوية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ولكن هذا أخو معاوية الأكبر اسمه يزيد ابن أبي سفيان ولعلنا سنفاجأ بقصة هذا الصحابي وما لديه من البذل والجهاد والتضحية ولما كان عليه من المنزلة العالية رضي الله عنه وأرضاه يقول صاحب صور من حياة الصحابة كان يزيد أفضل بني أبي سفيان وكان يقال له يزيد الخير هذا فتى من أرفع فتيان قريش نسبا وأعزهم أما وأبا وأغزرهم حجا وأكملهم فضلا مما جعل قومه يلقبونه بيزيد الخير العيلة طبعا عيلة أبو سفيان عيلة سادة ورؤساء وناس لها وضع من وجوه الناس قد كان يزيد الخير أو يزيد ابن أبي سفيان يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم شابا في مقتبل العمر وكان جديرا بعقله الراجح ونظره الثاقب أن يقوده إلى الإسلام ويرشده إليه كما أرشد أخته أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي السلام ولكن الفتى القرشي ظل يراعي لوالده أبي سفيان ابن حرق حرمته فلم يسلم إلا بعد أن أسلم أبوه وكان ذلك في شهر رمضان من عام الفتحة يعني يزيد من مسلمة الفتحة ومن ثم هو ليس من السابقين كسائر من تحدثنا عنهم قبل ذلك سر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام يزيد ابن أبي سفيان لما كان يلمح فيه من مخايل الرجولة وشمائل المرؤة ولما كان يتوقع أن يتحقق على يديه من الخير للإسلام والمسلمين وقد بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم في إكرامه بعد غزوة حنين فأعطاه مئة من الإبل وأمر له بأربعين أوقية من الفضة وزنها له بلال ودفعها إليه دي كانت أحد طرق الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لبعض السادة ولبعض أشرف القوم كان يؤلف قلوبهم وكان يكرمهم كرما بالغا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع منهم أنهم سيعطوا الكثير للإسلام والمسلمين وهذا الذي وقع ليزيد رضي الله عنه وأرضاه قال ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه لم يخف عليه ما يتمتع به الفارس الأموي من قوة الشكيمة وصدق العزيمة ورجاحة العقل وعمق الإيمان فقرر أن يضع هذه الطاقات الفذة في خدمة الإسلام والمسلمين لكن الصديق رضوان الله عليه كان يخشى على الفتى القرشي من نزوات الرئاسة ويخاف عليه من غرور القيادة فاستدعاه وقال له يا يزيد إنك شاب تذكر بخير ظهر في فعالك وضع كيان وقد أردت أن أبلوك أختبرك فانظر فأنظر كيف أنت وكيف ولايتك فإن أحسنت زدتك وإن أسأت عزلتك أو بكر الصديق يعني هو يعتبر زينة هؤلاء الشباب خيرت هذا الطراز ولذلك هو يفقى هذه النمازج فقها جيدا وكان يتعامل هذه المعاملة وهو خليفة رسول الله وهو صديق الأمة قال وعليك يا يزيد بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك كلمات أبو بكر تشعر أن فيها نور النبوة يعني مأخوذة من فم النبي عليه الصلاة والسلام سيوصي يزيد هنا وصايا متعددة ما أروعها من مصيد خليفة وحاكم للمسلمين أن تكون هذه عباراته قال وعليك يا يزيد بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه وإذا وعزتهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا عبارات مركزة ونصائح غالية وأصلح لفسك يصلح لك الناس وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام رقوعها وسجودها والتخشع فيها ديكة الوصايا الشخصية المتوجهة لشخص يزيد أو بكر بن صحو حتى يحدث من هذه النصيحة إحسان من يزيد وحسن التصرف منه قال وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم عندك ما يطولوش عندك في المعسكر حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمك قائد عسكري محنك وقائد سياسي خلفة المسلمين قال له لما رسل عدو يجوا أكرمهم خلهمش طوروا في المكان عشان يخرجوا من المعسكر وهم ما يعرفوش حاجة وما تورهمش حاجة وأنزلهم في ثروة عسكرك نزلهم في الجمع الغفير من العسكر عندك وامنع من قبلك من محادثتهم خليش الجنود عندك تدردش وتتكلم معاه كل ذي معلومات هتنقل للعدو وكن أنت المتولي لكلامهم ولا تجعل سرك لعلانيتك فيختلط أمرك خليفة المسلمين ثم قال اليزيد وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة ولا تخزن أي لا تمنع عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك هو أبو بكر يعني كان الآن أن يزيد لا يتصرف هذه التصرفات لذا هو بيضع كل نقطة لها مدلول أنت تستشير تقول كل اللي عندك في الاستشارة ما تخبيش حاجة علشان اللي يشير عليك بالرأي يبقى بيشير برأي سليم وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة ولا تخزن أي لا تمنع عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك واسمر في الليل مع أصحابك تأتيك الأخبار وتنكشف عندك الأستار راح بيستغرب أني خليفت المسلمين أبو وكر كان عنده هذه الدرجة من اليقظة واسمر في الليل مع أصحابك تأتيك الأخبار وتنكشف عنك الأستار وتنكشف عندك الأستار وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك كطر يعني فرأهم وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك ده ضوابط إدارية تانية قال له تفاجئ كطر الحراس وفرأهم يجتمعوش وفاجئهم مر عليهم مفاجئ من غير ما يعرفه فمن وجدته وغفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه من غير إفراط يعني برضو زي ما قلنا كلام دقيق جدا من أوبكرة دلعن وأرضاء قال وأعقب بينهم بالليل خلوش ياخد يعني فترة طويلة يمال يتعب واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة أسم الليل نبط شياط واجعل الفترة أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار سموا بقالي السفايق ومركز فمن المغرب العشاء يعني خل الفترة الأولية الأطول والفترة الأخيرة بقى من الليل دي الفترة اللي الإنسان بيبقى خلاص عاوزي نام فانت خلقه سيارة زي ما قلنا ده هو بينصحه على المستوى الشخصي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى التنظيم الإداري في المعسكر ولا تخف من عقوبة المستحق استحق العقاب تعقبه ما تخفش ولا تليجن فيه ما تبلغش ولا تسرع إليها ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده ولا تتجسس عليهم فتفضحهم ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتفي بعلانيتهم ولا تجالس العابثين وجالس أهل الصدق والوفاء واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس يا ما شاء الله والله العظيم يعني الواحد منبهر بكلمات أوبكرة حتى طبعا مثل هذا في الأسند فيها بعض الوهن لكن بتبقى عظمة الكلمات بتشعرك أنها فعلا خرجت من فم الصدق رضي الله عنه وأرضاه ثم قال هذا وإني أوصيك بأبي عبيدة بن الجراح خيرا فقد عرفت مكانه في الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح سابقين عشان بقى إيه دول من الناس سادة ومن قبيلة ومن وضع فأنت ممكن ما تاخدش بالك من الناس اللي سبقوك قبل كده فاعرف له سابقته وفضله وانظر معاذ بن جبل فقد عرفت مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقطع أمرا دونهما وإنهما لن يألوا بك خيرا تقول لأش ومش هيأسره شو بيوصيب إيه عندك اثنين أبو عبيدة ومعاز سعيشين وطبعا الجميع هيموت في طرون عمواس ومنهم يزيل وابو عبيدة ومعاز كما ذكرنا ماتوا وأبو جندل أيضا لكن هي دي أبرز الأعلام اللي ماتت في الطعون قال يزيد يا خليفة رسول الله أوصيهما بي كما أوصيتني بهما فقال أبو بكر لن أدعى أن أوصيهما بك فقال يزيد يرحمك الله وجزاك عن الإسلام خيرا وكان الصديق رضي الله عليه رضو الله رضان الله عليه قد عزم على إنفاذ جيش إلى بلاد الشام لغزو الروم فجمع جموع المسلمين من كل وجه وحشد طاقتهم من كل لون وقسم الجيش إلى أربع فرق وعقد لواء فرقة منها لفارس بني أمية يزيد بن أبي سفيان هو أبو بكر لم يجعل أمير الأمراء بعد هو قسم الجيش أربع أرباع بيقول لك عليهم أمراء الأرباع وأعطى على كل ربع قائد عسكري فكان يزيد بين هؤلاء الأرباع وسنأتي بالأرباع الآن ولما فصل الجيش عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر الصديق يودع جند المسلمين وقائدهم الشاب فطفق الصديق يمشي ويزيد راكب فقال يزيد للصديق أتمشي وأنا راكب يا خليفة رسول الله وهم أن ينزل عن جواده وهو يقول إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنا براكب ولا أنت بنازل إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله رضي الله عنك أبو بكر دي ثابتة في الصحيح في أكثر من موطن إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله وفي مشهد آخر قال وما علي إل أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله ثم التفت إلى يزيد وقال إنكم ستحلون بلادا يقدم لكم فيها أصناف الطعام فسموا الله على أوله واحمدوه على آخره بلد الروم بلد الشام وإياكم والأشر البطر وإني موصيك بكلمات عشر الوصية دي مسجلة في أكثر من موطن وهي في الصحيحة أثرها صحيحة وهي وصية غالية تعلمك كيف كان يعلمه من نبي عليه الصلاة والسلام آداب القتال والجاة في سبيل الله قال لا تقتلن امرأة ولا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا وأفهم لا تقتلن امرأة ولا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا يا أخوانا هو ده الجهاد الشرعي في سبيل الله إن الأصناف دي لا جزقة له أصلا حتى للمحاربين يعني لو من ناس أهل حرب طبعا هو لو في معاهدين ضوبة الجهاد في سبيل الله لو في ناس معاهدين خلاص المعاهد ده راجل امرأة طفل كبير صغير معاهد زي غير المسلمين في بلاد المسلمين دلوقتي ده له عهد فلا بتجنحيته ولا زوجته ولا امرأته ولا صبيه ولا كنيسته ولا أي حاجة ده اسمه أصلا أهل عهد أهل ذمة طيب لا ده شخص مش معاهد ده شخص محارب وأنا رايح أفتح بلاده في ضوابط أنت بتقاتل من يقاتل والأصناف اللي ما بتقتلش لا يجوز أن أنت تقتلها كلام ده كلام مهم من الأصناف اللي ما بتقتلش النساء الصبيان الشيخ الكبير الراهب في صومعة وفي الحديث والعسيف الأجير يا الله أنت بتقتل اللي بيقتل بس نعم نعم طبعا دلوا قتلوا خلاص بقوا مقاتلين يعني المرأة لو قتلت خلاص الصبي لو تصورنا أنه يقاتل انتهى الشيخ الكبير لو قاتل خلاص كلام ده واضح ده من فقه الجهاد عندنا من رسول السلام لأ المرأة مقتولة في أرض المعركة قال ما كانت هذه تقاتل هو أنت قتلت ازاي دي ما كانتش بتقاتل أنكر عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه تقاتل ها فلا يجوز قتل هؤلاء لا يجوز استهدافهم ممكن يقتلوا تبعا لا قصدا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أغار على بني المصطلق فوجد صبيه قد قتلوا قال هم مع أبائهم هم ما قصدوهم ده الصحابة أغاروا عليهم ليلا فالمعسكر كان فيه أطفال قتلوا فجأة يعني قتلوا تبعا دي اللي القعدة الأسورية بتقول يصحه تبعا ما لا يصح استقلالا دول لا يجوز استهدافهم والشيخ الكبير كذلك ده بيفرض الشيخ الكبير قاتل برأيه زي دريد بن الصمة كده في غزوة حنين دريد بن الصمة ده كان القائد العسكري للجيش بس سنه كبر وبقى كفيف قائد الحالي كان اسمه عوف بن مالك شاب عام 30 سنة دريد بن الصمة خرج في المعركة سمع صوت الحيوانات وصوت الأطفال فسأل هو ده ايه ده احنا في جين ما في البلد ولا في المعركة فقالوا لدعوف بن مالك قال طلعوا نسائكم وأطفالكم وبهئمكم وأموالكم علشان المقاتل لما يجي قاتل يشوف ماله وعياله ما ينهزمش فقال دريد بن الصمة ده قائد عسكري محنق وهل يرد المنهزم شيء هو اللي خايف على نفسه ده حاجة هترده والله لقد قدمها غنيمة باردة لمحمد وأصحابه لا دي قائد عسكري شيخ كبير بس قائد عسكري صاحب رأي في المعركة رأي عسكري وسبحان الله رسول السلام صدق على كلمة دي بعد كده لما لقى الغنائم دي قال تلك الغنيمة باردة يعني بردة ما بازلوش فيه مجهود جاهزة مجرد ان الجيش نهزم لقوها كلها فالأصناف دي لا يجزقة له إلا أن يقاتل سواء بيده أو برأيه وكلمة برأيه مش انه موافق على المعركة أو راضي بالمعركة لا برأيه يعني بيحط خطط عسكرية طبعا الجماعات المتطرفة ما تعرفش حاجة عن الكلام ده الجماعات الصدمية أنا مش بكلمك بالوقت انه هيئة المسلمين دي كرسى الوحيد يعني هون هو اسلاحه وتفجيراته وقنابله وألغامه مش بتروح لليهود ولا للي بيقاتلوا المسلمين لا هي بتتوجه لجيوش المسلمين ولقادة المسلمين ولبلاد المسلمين داعش وأخواته لا ده أنا بكلمك بقى هم لحتى لو بيجاهدوا جاهد شرعي هو عاوز يعمل عملية كده في العراق ضد الأمريكان مش عارف ضد ناس بيقتلوا المسلمين لايه ما عندوش مش ايه ضوابط ها لما يحب يعمل عملية النهاردة في أمريكا رغم أن أمريكا دي أصلا بينها وبين دول المسلمين عهود أهو جي العراق بيعتدى علينا هنهقتله لا هو حتى لما يحب يعمل يفجر مبنى زي ابنا التجارة العالمي كده حضرتك اللي انت قتلتهم دول أصلا ما يجوش سأتلهم في البلاد اللي فيها حرب اللي كسب حربونة أيوا حضرتك هو أصلا هي الوصايا دي حضرتك احنا مش رايحين لبلاد معاهدين يعني الوصايا بتاعت الرسول على السلام دي اللي الصحابة بيترجموها دلوقتي ما كانوش دول رايحين لناس معاهدة ده رايحين يغزوا في سبيل الله رايحين يفتحوا بلاد محاربة بس الأصناف دي ما ينفعش قتلها تقوم انت مفجر مما تنتل فيه تلات تلاف تبقى لي انت قتلتهم دول حضرتك مالهمش أصلا دعوا بالموضوع خالص ده انت منهي شرع انت تقديلهم ده فضلا بقى نبقى فسطوم مسلمين يعني انت فهم كده يعني فسطوم مسلمين دي ما ده حاجة تانية يعني لما يبقى فيه مجرمين مجرمين النهاردة يخشوا مسجد زي مسجد الروضة مثلا في السينة ده يقتلوا تلتمية واحد وده الجهاد جهاد ايه حضرتك بقى ده الجهاد ايه ده در للرسول السلام قالوا فعلا ها فعلا يخرجوا من ضئضئ هذا رجل خارجي الاولاني اقوام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوساب تبتقتل ليه دهول ها هو انت بتفجر كناس ليه برضو يعني دي ناس معاهدة من قتل معاهدا او ذميا احنا هنا دي دي ربنا للأسف هم شواهوا الاسلام وشواهوا الجاد واعداء المسلمين فرحانين جدا بيهم لما يحبوا يحتلوا اي مكان بص حواليك كده هو يخترعلك داعش تطلع احنا رايحينا يا حرب الارهاب ما انت اللي عامله مش انت اللي عامله ما انت اللي بتدمر بلاد المسلمين ده مش جهاد حضرتك جهاده جهاد الشرع هو لا تقتلن امرأة ولا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا ويطلع بقى الملبسين منهم يقول لك ما الواحد لو شارك في المعركة برأي يجوز قتل كلام اللي كنا نقوله مشوية اه حضرتك هو الرأي دا ايه المقصود بيه الرأي دا المقصود باللي كنا بنحكي في قصة دريد بن الصمة راجل بيحط خط عسكرية واحدة وزير الدفاع مثلا اه دي مش بيقاتل بييده بس بقاتل بدماغه اما يقول لك ما هو اصل الشعب موافق على الحرب وبدفع ضريبه للحكومة ومن ثم الشعب كله محارب الشعب كله يجب قتله ايه حضرتك انت بتجيب الكلام ده منين يعني هو يعني انت متصور حضرتك ان الصحابة راحين يفتحوا بلد من البلاد النساء اللي فيها والشيخ الكبار ودول معرضي يعني مفرحين من الصحابة جايين ما هو شيء مش مفهوم برضو يعني هي الاحاديث دي تقلت لمين ما هو انت كده فرقت الاحاديث من مضمونها اصل يعني لا تقتله شيخا كبيرا ولا امرأة ولا عسيفا كلام النبع للسلام ده واللي الصحابة قالوا بعد كده هو حضرتك لما تقول ان هم طالما موافقين لا انت خلطت بين ان هم موافقين راضيين هو المرأة دي المرأة اللي الرصاص السلام شافة بارض المعركة معلش يا هي كانت مشاركة ولا مش مشاركة راضية ولا مش راضية ده خرجت من بيتها وجات لحد ارض المعرك خرجت وجات لحد هنا والرصاص السلام قال دي ما كانش بتقاتل اتقاتلت ازاي يعني انت ده هو يخلط عليك ما بين الرأي والموافقة يعني كأن المرأة من هؤلاء النساء زوجها طالع يقاتل المسلمين وهو بتقول روح ربنا يكحمك ربنا ياخدك على ايدهم ما هي طبيعي جدا هادرتك هتديله مال هتديله اكل هتنتظر خبره لما ييجي كزوجة جندي زوجة مقاتل هي عقدتها كده فهو في الحقيقة اصلا انت بتخالف احاديث الرصاص بتخالف الوصايا دي وما تاخدكش بقى العطفة ما هم بيعملوا هم حضرتك هم لوزانهم ولا فجرهم احنا هنزن يعني هم غادروا هنخضر هم خانوا يعني هم مش قاعدة حضرتك ما تلبس عن ناس وتقول فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اه حضرتك بمثل اذا لم يكن المثل ده محرم عندنا مش كل المثل ده يا جوز يعني هم لو فجروا احنا مش هنفجر غادروا مش هنخضر اه ما يعني مثلوا مش هنمثل بالجسس ففيه هنا دي اي عامة فيه ضوابط فأو بكر هنا كلام واضح لا تقتلن امرأة ولا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا ده بسمع ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن بيتا عامرا ولا تعقرن شاة نذبحها ولا بعيرا الا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تعذقنه ما تبوزوش تفسده ولا تغلل ولا تجبل يا الله هو ده الجهاد والله العظيم ايوه هو ده رسالة الاسلام ده مش انسان مخرب احنا مش همك الامم الهمك دي زي التطار والسليبيين والامريكان والناس اللي الهمك دي اللي بيزني وبيفجر وبيقت النساء وبيقت الاطفال وبيخرب بلاد المسلمين مش كده ما المسلمين فتحوا الدنيا كلها كانوا ماشيين بالسورة دي الناس فعلا لما كانت تسمع عنهم كانت نفسهم ان هم يجوا يخلصوهم من الظلم والطغيان تسمع الكلام بيقول له ايه لا تقتل امرأة ولا صبي صغير ولا شيخ كبير ولا تقطعن شجرا مثمرا انت ليه تخربه ليه تقطعه صحيح الرسول على السلام قطع اشجار بني النظير لو في مصلحة من التقطيع ان هو بيتحصنوا بيها في مصلحة ماشي لكن الاصل انت منتش مفسد في الارض ده ثمر لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن بيتا عامرا ليه تبوز ليه تخرب انت مش مخرب لا تعقرن نشاتا ولا بعيرا الا لمأكلة انت مش بتهزر بتسلة قدامك شوالا بعير تقوم سيدها كده بتتدرب حضرتك لا انت بتتباح عشان تكلها غير كده انت بتحافظ على الشجر وبتحافظ على الجدران على البيوت وبتحافظ على الحيوانات ولا تحرقن نخلا ولا تعذقن نخل مسمر تقطعه ليه تحرقه ليه بتبوزه من اساسه بتفسده ليه دي وصايا الصديق يا اخوانا احنا لازم نقول الكلام دوت وننشره علشان الناس دي شوهت صورة الجهاد وكأن المجاد في سبيل الله لازم يفجر ويضمر البلد يا عم ده الكلام ده لو انت بتجاهد كفار كفار محاربين تلتزم بالضبط الشرعية دي فما تبالك بقى اصلا انتو مش بتجاهدوا الكفار انتو للأسف الشديد بتقتلوا في المسلمين شوف الجماعات دي كلها كده وحص كده العملات اللي بتعملها هتلاقى فين فين حضرتك كلها في بلاد المسلمين واذا عمل حاجة في بلاد الكفار هتلاقوا معاهدين واذا عمل حاجة في بلاد المحاربين تلقيه بقتل اصلا مش الجيوش مش ممكن والله يعني بص هو يعني يشتغل في بلاد المسلمين يشتغل في سينة بقى في العراق في سوريا ويشتغل في بلاد دي بس بس لافتر ولا قال هو ما يعرفش يعني هو وقف في سينة النهاردة بيعمل ايه حضرتك مع الشارع ها الجيش المصر على يمينه واسرائيل على شماله هو شغال فين شغال في الشمال ولا في اليمين غريب جدا انتو انتو يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الوساء اصلا دول كفار جيوش دي كفرة ومرتدة واحنا مش هنعرف نقاتل اليهود قال اذا خلصنا من دول ونقعد نعمل بقى تقعد تقتل في بلاد المسلمين وتدمر خوارج قيام زمن ايه عادوا مع بعض كده قاعدة وقال لك بص بقى هو المخرج من الازمة بتاعت الامة الاسلامية دي ان احنا نقتل علي ومعاوية عمر بن العاص يا الله يعني انتو الازمة العالم الاسلامي كلها قدامكم متجمعة ان انتو تقتلوا اهم ثلاث شخصيات في العالم يومها وعملوا الخطة شوف بقى لا اياما لكان في انترنت ولا تليجرام ولا واتس ولا اتصالات ولا اي حاجة ونفزوا علي قتل وموسق معاوية خد ضربة قطع منها الخلف بعد كده ده العلاج اللي خده كان هيموت فيه وعمر بن العاص ما خرجش عشان تعباه النائب بتاعته خارجها والمرأة لما سمعتي الخبر العجوز قالت يا ليتها اذ فدت عمرا بخارجة علمانية يعني يا ليتها اذ فدت عمرا بخارجة فدت علي بمن شاءت من البشر من حزنة على علي هو كده هو دماغه كده اغتيال قادة المسلمين ساسة المسلمين جيوش المسلمين وبعدين حضرتك ما يبقاش في المسلمين حد والاعداء ويسمي ده جهد في سبيل الله فهو يا اما يشتغل في بلاد المسلمين يا اما يشتغل في بلاد المعاهدين يا إما يشتغل في بلاد المحاربين ويغلط ما يلتزمش بالضبط الشرعي هتقول لي يعني هو ما فيش صور للجهاد فيها جهات شرعي لا فيه وإخواننا اللي بعملوا في فلسطين ده ما هو جهات شرعي اللي بيحصل في أفغانستان ده ما هو جهات شرعي بيناس بيقاوموا العدو اللي احتل بلادهم وفي العراق وفي صور كتير متعددة هو ما فيش في البلاد دي حد بيجاد في سبيل الله إلا الدواعش يعني شيء غريب جد دول ما بجهدوش أصلا هو أنت ليه حاصر أن الناس اللي بتجاهد في سبيل الله بتدفع عن عرضها وعن أوطانها في المجرمين دول دي وصايا الصحابة هو ده الدين الإسلامي لا تقتلوا مرأة ولا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن بيتا عامرا ولا تعقرن نشاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تعذقنه ولا تغلل كنتش عندك حقد وغل ولا تجبن ولما نزلت جنود المسلمين اليرموق بعثوا إلى قائد جيش اليروم إننا نريد أن نكلمك فأذن لهم فذهب إليه يزيد بن أبي سفيان مع نفر من وجوه الصحابة فوجدوه قد رفع لنفسه ولحاشيته ثلاثين رواقا قال الرواق الفستاط الخيمة الكبيرة وثلاثين صرادقا صرادق المعروف كلها من الديباج فلما انتهوا إليها أبا يزيد ومن معه أن يدخلوها تا مغتر بالدنيا دي ماربعي ابن عامر قالها الرسط لما لقى بقى فارش الحرير ورح ربط له الحمر في العرش بتاعه ومرضاش يقعد على الحاجات دي فرسط مقال له أنتم مين؟ أنتم إيه؟ قال نحن قوم ابتعثان الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا اللي انت فيها دي إلى ساعة الدنيا والأخرة يزيد مرضاش يدخل وقال إن لا نستحل الحرير أخرج لنا مش الخش مكان في حاجة معصية ربنا سبحانه وتعالى فنزل عند رغبتهم وحدثهم وحدثوه فلم ينتهوا إلى شيء ثم التقت الفئتان على أرض اليرموق فئة قليلة مسلحة بالإيمان وفئة كثيرة مثقلة بالكفر والعصيان فأقبل أبو سفيان وكان شيخا فانيا على ابنه يزيد أبوه أو سفان وقال يا بني عليك بتقوى الله والصبر فإنه ليس رجل في هذا المكان من المسلمين إلا محفوفا بالقتل فكيف بك وبأشباهك ممن ولوا أمور المسلمين فاتق الله يا بني وأكرم نفسك حضر جوي السبن خلاص إن شاء الله قال فاتق الله يا بني وأكرم نفسك ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب منك في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على عدو الإسلام منك فقال يزيد افعل أفعل يا أبتي إن شاء الله ثم كر على جند الروم هو من معه كرة أزاحتهم عن أماكنهم وكان يزيد كل ما هدأ أو فطر يسمع شرحبيل بن حسنة وهو مات في الطعون وهنأتي به إن شاء الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ثم يقول أين الشار أنفسهم ابتغاء مرضات ربهم أين المشتاقون إلى جوار الله في داره فكان كل ما سمع ذلك حمي واشتد حتى كتب الله لجنده النصر في أكبر معركة فاصلة عرفها تاريخ الإسلام إذ لم تقم بعدها للروم قائمة في ديار الشام ظل يزيد بن أبي سفيان يتابع انتصارات في ميادين الجهاد حتى كان أحد القادة الأربعة الذين فتح الله على يديهم دمشق ثم تابع الفارس الأموي جهاده حتى فتح للمسلمين بيروت وصيداء وما جاورها من كرة لبنان رضي الله عن يزيد يقول ابن كثير رحمه الله هو أخ معاوية وكان يزيد أكبر وأفضل هو أخ معاوية وكان يزيد أكبر وأفضل وكان يقال له يزيد الخير أسلم عام الفتح وحضر حنينة وأعطاه رسول الله سسلم مئة من الإبل وأربعين أوقية واستعمله الصديق على ربع الجيش إلى الشام وهو أول أمين وصل إليها ومشى الصديق في ركابه يصيه وبعث معه أبو عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة هم دولباء أمراء الأرباع كل واحد على ربع الجيش يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ثم صار بعد ذلك أبو عبيدة أمير أمراء الشام قال فهؤلاء أمراء الأرباع ولما افتتحوا دمشق دخل من باب الجابية الصغيرة عنوة كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوة وكان الصديق قد وعده بإمرتها فوليها عن أمر عمر وأنفذ له ما وعده الصديق فكان أول من وليها من المسلمين أي دمشق والمشهور أنه مات في طاعون عمواس وقد زعم البعض غير ذلك لكن هذا هو الصحيح أنه مات في طاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه في سؤال بيقول هل موازين القوة والضعف تطبق على دفع الصائل موازين القوة والضعف تطبق على كل شيء في الدين المصالح والمفاسد تطبق على كل جزئية في الدين هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم يكن النمرود أو الطاغية صائلا عليه وعلى زوجته معتديا باغيا ألم يطبق إبراهيم هذه الموازين لماذا لم يقتل نفسه دفاعا عنها أصلا لم يكن عنده إمكانية الدفع عليه الصلاة والسلام والرسول السلام حكى هذا الكلام وإن كان هذا من شرع ما قبلنا فلم يرده ما في شرعنا والفقهاء فصلوه تفصيلا فموازين القوة والضعف واعتبار المصالح والمفاسد تطبق على كل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مجزاكم الله وخمسة الاستماع والسلام عليكم